بني ذكرت لقطة مهمة للطاي إنه من الفرق اللي كان إعدادها آخر الأنقية بعد صعوده في الدرجة الأولى لكن شوف خياراته الأجنبية اللي تتناسب مع إمكاناته شوف حتى تغيير المدرب بعد فترة أولى في ثلاث دقاءات كان جدل حول المدرب شوف كيف اختار المدرب حقق سبع نقاط مع المدرب الجديد حقق آداء عالي السباع الأجنبي اختيارهم في أماكن يحتاجها الفريق وبتصنع الفارق لو شوف تأثيرهم كيف السباع الأجنبي موجود في كل مبارياته وتأثيرهم واضح على مستوى الدفاعي كتنظيم أو حتى على مستوى الهجومي بلاعبين يصنعون الفارق وتكلم تحديدا عن سيفاس وأمير سعود أمير سعود اللي بصراحة يمتلك خبرة كبيرة بداية مع فاقس طيف وحتى مع لاهل المصري والإسماعيلي والفاقسي واستقطب وهو من فريق بطل الجزائر واستقطب كذلك بعدها مدرب فريق بطل الجزائر وهو شوف بورزداد وهذا ما صنعه هذا التحول الكبير واليوم في نقطة تغييره بعد نصف ساعة في وضع كان فيها طائل سيئ فنيا يوضح لك أن هذا المدرب يعلم خبال الأمور ويعلم كانت لعبين